اشتركوا في القناة عندها اكتر من خطة بديلة للتعامل مع هذا الامر لانه من الواضح ان فيه متغيرات بتطرق فيما يتعلق بالاتصال وبعض التدخلات اللي بتحول او بتغير وجهة المدرب بعد ما يتم الاتفاق معاه ركزنا في بياننا على انه كان التوقيع تم زي ما حضراتكم تبعتم معنا مع احد المدربين والنادي الاهلي لديه عقد بهذا الامر وفي شرط جزائي مجلس الادارة له مطلق الحرية في التعامل مع هذا الامر لكن عنده بدائل فيما يتعلق باختيار مدير فني اجنبي بعد ما اعتذر المدرب اللي كان مفروض يصل القاهرة اليوم للاعلان وتولي مسؤولية الفريق الاول لكرة القدم انا كل اللي بطلبه من جمهور النادي الاهلي ان يطمئنه تماماً ويكون عنده ملء الثقة في مجلس ادارته اللي بيقود منظومة العمل في النادي الاهلي باحترافية وبمنهجية علمية وما فيش حد كمان يزايد على انتمائهم للنادي الاهلي انا مقدر جداً حرص الجمهور ورغبته في فكرة بداية الموسم والبطولة الافريقية وما الى ذلك لكن ايضاً هناك لجنة كرة وهناك مجلس ادارة يعمل على قدم موساق من اجل تحقيق حلم الجماهير الاهلوية وتحقيق الاستقرار لقطاع كرة القدم وقريباً شاء الله يكون فيه اخبار طيبة في هذا الامر ده فيما يتعلق بقرار لجنة الكرة اللي عرض على مجلس الادارة ومجلس الادارة طلب من لجنة الكرة الاستمرار في تنفيذ خططها البديلة واكد لهم انه هناك دعم مادي ومعناوي كامل من المجلس لقطاع كرة القدم وقر الأخرى وردت على مجلس الادارة بما قيمته 500 مليون جنيه ازاي 500 مليون وإحنا أعلننا قبل كده 400 مليون صحيح فيه 400 مليون نقداً وفيه 100 مليون من مصادر أخرى 400 مليون نقداً هناخد منه 20% بمجرد توقيع العقد والباقي على أقصاط ربع سنوية الميت مليون اللي بنتكلم عنهم هم عبارة عن خدمات تؤديها شركة بريزينتيشن النادي الأهلي تساوي فلوس زي وجود مراسل من قناة النادي الأهلي المحترمة في كل مباراة الدوري ومباراة النادي الأهلي باللوجو بتاعه حرية إجراء المقابلات مع العيبين والأجهزة الفنية زي إن النادي الأهلي هيزيع كل مبارااته متأخرة 90 دقيقة مش كده وبس لا وهيحتفظ بيها هتصبح ملكاً لي يعني هتدخل أرشي في النادي الأهلي ودي قيمة مالية كبيرة جداً بعض المباراات اللي شركة بريزينتيشن لها حق إزاعتها في اللعبات الجماعية هتمنحها للنادي الأهلي بالإضافة للملخصات الملخص مباراة الدوري كله اللي هو بنسميه الهاي لايتس وده حضراتكم عارفين أيضاً أنه بدفع فيه مبلغ كبير فالحقيقة إنه إدارة التسويق بالنادي قدرت هذا الأمر بما لا يقل عن 25 مليون مليون في السنة يعني 100 مليون في الأربع سنوات يضافه إلى 400 مليون جنيه نقداً إذن النادي الأهلي سوى مبارايته بنصف مليار جنيه بالإضافة إلى حقوق الرعاية اللي بتبلغ نصف مليار جنيه يبقى النادي الأهلي فعلياً تخطى المليار جنيه حقوق الرعاية وبث وهذا إنجاز تاريخي فتم اعتماد هذا الأمر في مجلس الإدارة اليوم بالإضافة أنه كان في لجنة أو مذكرة من النشاط الرياضي كمتن رؤوف عبدالقادر أعرضها نزولاً على رغبة بعض الأعضاء وأولياء أمور اللاعبين في فرق النادي المختلفة الحقيقة النادي كان حريص علشان يبقى دائماً مظهروا الحضاري والسمت المميز للفرق المختلفة لنادي الأهلي إنهم يقدموا للعبات المختلفة الحقيقة أزياء وملابس رياضية بسعر التكلفة بل والنادي كمان بيدعمها يعني بعض أولياء الأمور كانوا قالوا إن إحنا ممكن نخفض هذا المبلغ أو ندفعه بالتأسيط فالحقيقة مجلس إدارة استجاب على الفور رغم إنه الشنطة اللي فيها طأمين لبس وفيها ترينينج سوت وفيها شنطة وفيها حاجة للتدريب يعني شنطة بكل مقاوماتها الرياضية الحقيقة لو أي لعيب يشتريها من بره هتتكلف ضعف هذا المبلغ النادي بيبيعها ب500 جنيه للفرق الجماعية و400 جنيه فقط للكراتي بقول لحضراتكم دابسار التكلفة وفيه دعم كمان من النادي فمجلس الإدارة قرر استجابة لرغبات بعض الأولياء الأمور إنه يتم تقصيد هذا المبلغ البسيط على سنة كاملة مش بس ست شهور مع ضرورة إنه اللاعبين كلهم يكون عندهم هذا اليونيفورم أو الزي الموحد اللي يليق أهلي وبفرقه المختلفة المجلس دائما منعقد جلسته مفتوحة للتعاطم مع أي أمور أخرى تطرق ويعني الحقيقة كان النهاردة الإفطار المجلس بكامل هيئته مع أسرة ألعاب جهاز السباحة أو جهاز السباحة وخصوصا فريق البليه المالي فكان الإفطار في نادي أهل مدينة نصر زي ما كان الإفطار الأسبوع الماضي في جزيرة والصحور قبلها بيومين في الشيخ زايد كل سنة وحضراتكم طيبين ومرة تانية لجمهور الأهلي ومشاهد قناة النادي الأهلي يطمئنه للأهلي كبير ويقود مجلس إدارة محترف ومحترم ويقدر قيمته ويعلم أين مصلحته إن شاء الله الأخبار المقبلة ستكون طيبة بإذن الله أشكر حضرتكم موسيقى